تسبب لنفس دولة ملاوي في تسهيلات أو في تضييق من الحكومة ملاوي حفظت الله طبعاً الأول مرة أذهب إليها ملاوي حقيقة بلد آمن جداً ولعلها من أكثر البلاد الأفريقية أمنا من ناحية الأخرى أن هناك تسهيل خاصة عن طريق الجمعية أو المؤسس أو الاتحاد المسلمي ملاوي هذا الاتحاد معترض به رسمياً في الدولة هو الذي يمثل المسلمين في الدولة حتى إعلان العيد، إعلان رمضان كل الأشياء هذا الاتحاد هو الذي يعلن رسمياً وهو المفور من الدولة هذا الاتحاد يستقبل الدعاء على حسن ظنهم يستقبلونها بإصالة صلاة الرئاسة يدخلون من باب الطائرة يضعون اسمك وأنت تنزل وهم يأخذوك في السيعة والخروج لا تفتيش ولا غير ذلك والإجراءات، يعني أنت جالس يأخذون الجواز ويختمون الأمور ويأتوك ويأخذون الحقائف وأنت راجع داخل وأنت جالس كل شيء يبقى إليك ما شاء الله، ما شاء الله، يعني ما بقى إلا نذهب بس والله بصراحة أنه هذه أمانة ومسؤولية الله يسرح ويأخذ الإبراء للذمة، كل من فيه استطاعة ليزور هذه الدولة، ولو ربضة أيام وسيرى الخير الكثير الذي يجعله يندم على تقصيره فيما نضى من أيام أنا أقول والله نحن محشر العرب والدعاء ونرجو أن يكون من طلاب العلم والدعاء حقا نقصرون حقيقة في أمثال هذه الدعوة والأمر إن شاء الله يمسوه نسأل الله القبول إن شاء الله يتقبل مننا